والفيديوهات اللي معمولة من مصريين وغير مصريين عن السياحة في مصر السنة دي أكتر سنة تشوفها إيه دي مصر يا جماعة دي المالديف لا دي مصر إيه الحلوة دي لا ده مصر إيه دي دي الساحل الشمالي إيه دي دي العالمين هناك الحياة جميلة ومطاعم والناس ماشية في الممشى ومبسوطين إيه دي يا جماعة ديسكندرية مارية وطرابة زعفران إيه الحتة دي يا جماعة ده البحر الأحمر ونتج عن هذا الأمر أنه ابتدى يجيلك تطفقات سياحية من العالم العربي ومن أوروبا ومن أمريكا يا جماعة السياحة هي الحل السياحة إديها واحد حتديك عشرة السياحة هتفرق معنا جامد وعلى فكرة مش محتاجة عقد مش محتاجة نبعث نجيب لا لا خالص هي محتاجة يعني مثلا دول أوروبية وهذا الأمر حتى في خلاف اليومين دول يعني في بعض الدول العربية عن هذا الأمر بتسمح للسياح العرب يجيبوا عربياتهم هت عربيتك معاك يعني تبقى ماشي في لندن في أوكسفورد ستريد في الشانزليزي في باريس في روما في أي مكان في اليونان تلقى النمر العربيات بتاعت إخواننا من الخليج ماشي بنمرها بحاجتها نمرتها كذا من دولة كذا حاجة دي اللطيفة دي الناس عايزة تنبسط هو جاي يصرف ما يدخل عربيتك دي عايزة يصرف عليها فلوس والمناظر العربيات الشيك الجميلة أما تروح مثلا سانترو بي ولا تروح منت كارلو ولا تروح الحيطة العظيمة دي هم موجودين هناك بعربياتهم بيخطهم يسر يسر وافتح الأبواب ودخل السياحة وخلي الناس تنبسط خليهم يسعدوا مفيش جو أحلى من جوك أبدا مفيش مية أحلى من المية بتاعتك أبدا مفيش شعب ألزم الشعب بتاعتك أبدا مفيش أسعار أرخص من الأسعار بتاعتك أبدا 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 فأنا بس عايز العقل الجمعي يا جماعة ركزوا في السياحة يا جماعة دا الحل يا جماعة يرضيك إن اليونان يبقى فيها 35 مليون سياح وإنت عندك بالزور هتوصل 15 تركيا أربع أضعاف السياحة بتاعتك يرضيك الكلام دا إحنا نستحق أحسن من كده وعلى فكرة جلد الزيت بتاعتك